عندنا عندنا كورونزي ديزيز. ايه كورونزي ديزيز ده? كورونزي ديزيز دوا عبارة عن مرض بيصيب القنالة الهضمية من الشفايف للشرك. ركز بقى. كورونزي ديزيز ده بيعمل يعني انا لساني ساعات بيدخن فلساني الصغير ده بيبقى قد كده هو يملبه. ده كورونز. والشفايف. وساعات عند الخصي عند القضيب. حتة قد كده. ويصيب اي جزء. يعني ساعات يجي في الامعاء قد كده. خلاص? اي حتة تلاقي كبرت. دي كبرت. دي كبرت. دي كبرت. يعني اي حاجة كبرت. فده وساعات بيعمل يعني ساعات يعمل انسداد في الامعاء. وساعات يفتح على حتة يعمل فيستولا. يوصل للخاب. لكن اللي انا عايز اقول لك ان كورونز الدزيز ده مرض نفسي مناعي تورمي يزداد نشاطه مع الخوف والامتحانات. انا كان بيجي لي دايما في الامتحانات. ويزداد مع التدخين والمخدرات. ويخف تلقائيا بمجرد اختفاء الاسباب. شو بالقنبلة? مفيش حاجة اسمها كورونز لا. يبقى يخفة القيم باختفاء الاسباب. زي القولون متقرع. مفيش قرحة بيتدوه. الا ازا كانت اسبابها دايما. بيأكل شطة وبيدخن وبيصهر. وبياخد حاجات حدقة وحاجات مسبكة. ده بيباوس دي. هو مش قادر يغير عاداته يبقى القرح هتستمر. ادري غير عاداته القولون يلحم نفسه. اي قرح بتتعالج. لكن طول ما انت بتاخد اسباب القرحة ده القرح موجودة. زي كورونز. طول ما انت خايف والان ومرعوب واو انا عندي كورونز ويجي لي ناس انا عندي كورونز انا عندي كورونز او كورونز دايه? الشيطان يعني يلبس اهلك. دي حالة عرضة وبتمشي. هناك كده انا عندي كورونز انا عندي كورونز انا في ناس بتغني. تحب بتغني. ازا كورونز ده مرض مناعي نفسي. يعني تورمي يزداد وينشط مع الكوف والقلق والامتحنات وا 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 وا. ويخفة القيم بمجرد اختفاء الاسباب. يصيب اي جزء في جهاز الهضمي من اللسان والشفاف وحتى الشرق. تعال الشرق ورى بقى تجدهم. وده تورم داخل العضلات المعوية مع الام شديدة في البطل طبعا ابدو من البين. وضيق في القناة الهضمية قد يؤدي الانسداد. انسدادها. وبعد شوية بقى تهدى كده وتدلق كده وتسمي اللي هاتف. ده اسمه مرض كورونز وده مرض نفسي مناعي. ويعني يستجيب للعلاج سريعا. يعني بيحدد نفسه منها. اللي بعده. عندنا الشلل الدماغي بقى اسمه سريبرا البارسي. ايه السريبرا البارسي ده? السريبرا البارسي ده اولا مرض بيسيب الاطفال وهي مولودة اتعجرت مسلا او حد داس على مخه او او فطفل يعني حصل له مشكلة في المخ عند الولاد. في ايه اللي حصل? بيحصل بقى تشنجات وتأخر في النمو. ويبقى يعني اه فيه مشكلة. الشلل الدماغي ده او السريبرا البارسي بيبقى طبعا طبعا بيور موتور اه نوب ريجريشان اه نون فاميليال نون فيتال نون كيورابل. يعني مرض عايش بتأخر في النمو وتأخر في الفهم. اه بيعيش عمره كله كده مش مش كامل يعني. ساعات فيه انواع منه. فيه نوع منه سباستيك مع شلل رباعي. فيه منه معه كوريا كده وديستونيا وحاجات غريبة كده حركات غريبة. وفيه اتونيك اللي هو بيبقى يعني متراهل خالص. وفيه اتاكسيك اللي هو بيمشي يتهز خالص كده يقع وهو ماشي عمليه تراج راج. وفيه ميكس الطائب. دي كده اسمه سريبرا البارسي. هل له علاج? السريبرا البارسي بنحاول معاه بتدليج باستمرار. اه بنديله الزبادي بالبالح الصبحية. بنجرب مع بعض الحالات. آآ سم نحل خفيف كده بجرعات مخففة. بعض الحالات بتستجيب وبتتحسن والاعراض بتبتدي تقلق. وخاصة ازا كان معها التشنجات بقى كتير وصراخ بالليل وا وا وا. ففيه آآ سيستم كده بنمشي عليه بيقلل هذه الاعراض. طيب. في ايه تاني عندنا? احنا شرحنا التباولة الاراضي خلاص. عندنا ولسون ديزيز. ايه ولسون ديزيز للأسف الشديد? يعني اسادزة كتير بيقعوا في المصيبة دي. طبعا ولسون ديزيز معناه ترسب الحديد في الانسجة المختلفة. آسف يا رب. ترسب النحاس. آسف. ايه هو ترسب النحاس? احنا عندنا نحاس آآ سريبرولازمين وبعض الانزيمات بيدخل فيها نحاس في الجسم. طبعا كل محتويات الارض وكل معادل الارض موجودة جوها الايه? جوها الانسان. لكن لما النحاس بيزيد بيديني حاجة اسمها كايزر فلاشر آآ رينج. ودي دايرة في العين. وبتعمل سانفلاور كاتركت. وبتبقى واضحة قوي ان زي ما يكون عنده ظهر الدوار الشمس او بقوله عليه عباد الشمس موجودة في عينيه. خلاص? اول ما تشوفوا طول ده او ترسب النحاس آآ في العين. بيخش بعد كده بيعمل بيباوز الكب. وساعات بيخش على بيعمل لي آآ كورية وبيعمل لي جرامسينج وبيعمل لي آآ وبيخلي الكلام مقطع وبيعمل كلام مش كويس. المصيبة ان يجي لأولاد خلاص. آآ من الشخصين ان هم ويلسون. عينيهم ما فقاش حاجة. الكبنة ما هوش حاجة. طب هو عنده كبد وطحال وتورم وهو كان عنده تورم غدد. ده عنده اوبشتاين بار فيروس بوزدم. يعني عنده اسابة فيروسية. بس هو الشخص غلط على انه ايه? ويلسون ديزيز. حل. والاساس اجمع انه ويلسون والعلاج بتاعه بكم الف وبنجيب العلمة بكم الف وكل شغل عبط فعبط. استغفى الله العظيم يا رب. كان الناس محتاجة ايه? تدرس تاني. او انها تتقل لها عشان ربنا يا وفاق للصحب. اي دكتور يقول لك الدواء بتاعك ده بتلاتين الف الشهر وخمسين الف الشهر ولو مجيبش دواء تموت ده دكتور يعني ربنا سامحه. عاوز يتعالي من اولوك دي. احنا دولة فقيرة جدا. آآ مش لاقي تاكل. مش لاقي القطل ضروري. فاحنا مش لاقيين زيت وسكر ورز ومش لاقيين. حنروح زيز او ترسب النحاس في الجسم. قلعن منه مرض اسمه ترسب الحديد في الجسم. اللي بعده اسمه هيمو كروماتوزيز. ترسب الحديد في الجسم ده بقى ممكن يكون مرض يعني هيمو كروماتوزيز وممكن يكون نتيجة اوفردوز من الحديد. عشان كده تعليل الحديد ده عملية خطيرة جدا. عاملة زي يعني عملية كبيرة. يعني تاني لحد دم او تاني اللي لحد حديد دي كارسي. لان الحديد ده ممكن يترسب على الكيب. ممكن يترسب في الجلد. يعمل لي برونز دا بيتس. يعمللي شكل زي ما يكون برونز. دي يعني بيجي لك واحد كده داخل لونه برونز. خلاص. آآ اه ممكن يبوز الليفر والبانكرياس او الكبد. ممكن يبوز للمفاصل. ممكن يبوز للغدة اولها البوتيتري جلان. ممكن يعمل لي برونز دا بيتس. وممكن يترسب في الكبد والطحال والمفاصل والجلد والغلق. عشان كده مسألة ان انا علق لحد حديد دي مسألة خطيرة. ولازم تكون ولازم تكون حد واقف. يعني حد دكتور فاهم. ومعلق ده اه حورة الحديد على ميت سنتي سلاين او جلوكوز. وقاعد يراقب الجسم ايه اللي بيحصل بالصدر. لو حصل اي تغايرة او اي تفاعل على طول يوقف الايه الموضوع. زي حتى تعليق دم. اللي بيعلق كيس دم ده لازم يكون خبير. واعد جنب المريض. لو حصل اي حاجة ولا نيلة ولا بتاعي يروح موقف الموضوع. طيب ده اسمه كروماتوز. اختار نقل الدم. يا ترى واحنا بننقل الدم يا جماعة. ممكن يحصل ايه? الناس تقول لك فلان عايز نقل دم. ايه له دم? بس النقل الدم ده في مشكلة كبيرة. ليه? لانه ممكن يباقي اوفرلود. يعمل له ارزم. يعمل له ضربات قلب سريعة. ممكن الدم ده برغم الاختبارات يطلع غير متوافق. فيتدلط الدم بتاع المريض. ممكن يعملها مشكلة. ينقل الامراض. ليه? لان في ناس كدير متبرع بالدم. والدم ما بيفحص. فممكن يعمل له امراض كتير.